في أحدى الجولات السلطانية لجلالة سلطان قابوس طيّر الله ثراه عندما يلتقي بالمواطنين في لقاء مفتوح مع المواطنين والمشايخ والأعيان في الولايات يذكر لأحد الحاضرين عن موقف لجلالة السلطان عندما نازل من السيارة متوجه إلى المواطنين نثر هذا العطر وهذه الروائح الطيبة من العود والبخور لأكثر من خمسين متر للحضور جميعا فيقول سبحان الله يعني من يوم وصل إلى راح طيب الله ثراه من هذا الموقع الريحة المكان كلها عود فيذل يقول انبهرنا يعني بذرقة انبهرنا ايش هذا الريحة الجميلة اللي كان حاطنها جلالة سلطان فهذا يذل على انه كان يمتلك ذائقة منفردة في العطور في العود رقل محب جدا بهذه العطريات وأن يمتلك نوادر العود ونوادر العطور نسأل الله له الرحمة ونسأل الله أن يعطره بروائح الجنة وأن يسكن الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء والأنبياء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة